هجوم بري على داعش في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق في آن واحد أعلن عنه مكتب رئيس الحكومة التركية التي بدأت أمس ضرباتها الجوية لتلحقها بعد نحو 24 ساعة فقط بهجوم بري هو الأول من نوعه ضد الحزب والتنظيم في كل من العراق وسوريا وفيما الحديث عن هجوم بري لا يزال في إطار التصريحات جويا نفذت المقاتلة التركية ضربات على سبعة مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق وتحديدا في دهوك إحدى محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث تزامنا مع ضربات جوية على مواقع المتطرفين في سوريا أنقرة وعملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أبلغت المنظمة الدولية بتحركها دفاعا عن النفس في وقت تفتح فيه قاعدة أنجليك على أراضيها للتحالف بقيادة واشنطن لاستخدامها لضرب المتطرفين في تعاون غير مسبوق بين البلدين في الحرب ضد داعش هذا التعاون أشارت وسائل إعلام إلى أنه قد يتضمن إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية التركية من شأنها منع جماعات متطرفة أخرى على غرار داعش من السيطرة على مساحات قريبة من الأراضي التركية تركيا التي لطالما حاولت تجنب التدخل العسكري وبعد أسبوع دام شهد بالتحديد هجوما انتحاريا هو الأول من نوعه لتنظيم داعش داخل الأراضي التركية في سوروش قررت أنقرة لالتحاق بالتحالف الدولي في تنفيذ ضربات جوية ضد موقع على المتطرفين في سوريا في تحرك يراه المجتمع الدولي متأخرا لا سيما وأن تركيا تتشارك مع سوريا في حدود تمتد لتسعمائة كيلومتر جعلت منها منبعا رئيسيا للمتطرفين زينا روابدي العربية